اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي اليوم سأتحدث عن خبر حبما البعض يجده جديدا لكنه قديم جدا يعني خبر إذا داولونه دائما أو يحاولون أن يجددون في تفاصيله بين فترة واخرى منذ عام 2003 إلى حد الآن وهذا يعود إلى بواطن أو دواخر التفكير الميليشياوي تفكير الميليشيات والعصابات التي تحكم العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن عشرين سنة ويتحدثون هم عن الشراكة وديمقراطية حكم الشراكة والوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكل هذه الأبعاد التي هي بعيدة جدا عن واقع الحال فعليا وعمليا لا وجود لها لا الشراكة موجودة ولا الوطنية موجودة ولا الديمقراطية موجودة ولا التداول السلمي للسلطة موجودة هذه كلها كذبات لكن يشترونها بين فترة واخرى لكن الخبر يتعلق بما حدث في عام 2003 واستمر يحدث طوال هذه السنوات العشرين لكن بصيغة أخرى في عام 2003 شهدنا بعد احتلال الأمريكي للعراق مباشرة مع أول لحظة دخول الاحتلال الأمريكي للعراق شهدنا مجامع معينة تتحرك لسرقة مؤسسات وشركات ووزارات ودوائر الدولة العراقية البعض منها حرقوها والبعض والغالبية العظمى سرقوها كل ما يتعلق بالدولة والحكومة سرق أو دمر أو خرب ومكان يسرقونه ويحرقون بعد ذلك المكان الذي سرقوه ووصلت إلى المتحف العراقي سرقوه أيضا وكنا نتساءل يعني أقصد الشعب العراقي يتساءل مناؤل يعني ما هذه الجرأة ما هذه الأخلاق ما ثقافة النهب والسلب التي يتعاملون بها والحقيقة يعني ربما كنا في كما قالت أمريكا قالت الصدمة والترويع كنا في تحت ضغط الصدمة والترويع فالبعض فقد القدرة على التفكير والتحليل الجيد والرؤية الجيدة والغاربية العظمى لكن البعض ممن استطاعوا أن يتمسكوا برؤيتهم وتحليلهم وواقعهم وثباتهم على الأرض كانوا يعرفون هذه الحقيقة كانوا يعرفون أن هذه المجاميع مهيئة كانت معدة مسبقا وتعرف كيف تتحرك وإلى أين تتحرك ومخصص لها الأماكن التي تتحرك عليها يعني دخلوها من هنا ومن هناك بعض الهمج بعض المغرر بهم بعض السراق ولا يخلوا شعب من ناس فاسدين وذول أقل موجودين في كل مكان لكن واقع الحال هي مجاميع معدة سابقا من قبل الاحتلال وإيران أيضا والميليشيات لكي تتحرك بهذه الطريقة لكي تعم الفوضى وكانت السرقة وبنوق وسرقوا كل شي وكنا نشاهدهم بالشوارع والغالبية من العراقين كانوا يبكون دمًا على ما يدري الخبر الآن اللي يتحدث عنه يقول بالنص هكذا الخبر الآن اللي يتداولوا سرق مصارف حكومية عام 2003 لا يقولون من هو سرق واحد مجهول سرق مصارف حكومية عام 2003 بعد سقوط النظام ونقل أموالها إلى الإمارات النزاهة يتحدث عن النزاهة استردت الدفع الأولى من الأموال واللي نقلها المدان وجاري استرداد المبالغ الأخرى الحدث طبعا بهذا الوقت وبهذا التوقيت مقصود ومرتب لأن الصراق معروفين هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا وساندوا الأمريكان هم الذين يحكمون وهم طوال 20 سنة ينهبون العراق ويعمون فيه الفساد وينهبون ويسرقون وأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار واردات العراق من النفط خلال هذه العشرين سنة ذهبت أباعا والعراق من سيء إلى أسوأ وفقراء مساحتهم توسعت وأعدادهم زادت والبطالة والخراب والدمار كل هذا موجود والبلد من سيء إلى أسوأ لكن أمريكا تقول علي تجربة لأن تجربتها هذه هي تريد هكذا وإيران تريد هكذا فهذا خير مثال أو خير نموذج لبلد منهار تماما وضعيف جدا ويسطرون عليه هكذا لكن أن يقولون هكذا الآن في زمن حكم الميليشيات إذن الميليشيات تريد أن ترمي قضية السرقة والنهب برقبة ناس آخرين يعني في عام 2003 كانت وسائل للعلام الأمريكية والغربية وحتى الإيرانية والإيرانية بالذات كانت قناة العالم وغيرها تظهر هذه الصور صور النهب والسرب والسرقة وتظهرها كأن الشعب العراقي يعني مجموعة من الصراق والعصابات وهذه ليست حقيقية الشعب العراقي من أفضل شعوب الدنيا احتراما وقدرة وأمانا وثقة وطيبة واحتراما لكل شيء والدخيل عند الشعب العراقي دخيل لا يهاب أي شيء هؤلاء هم أهل العراق أما سرقة ونهب والله هذه خثة والنهب يتحدثون عن يعني عام 1948 معرف شنو صارت ما لليهود ومدري وين وصارت أمات نهب وبعد ما 58 بعد ما سقطت الملكية أيضا صارت نهب فهذا سياسة النهب موجودة في العراقي لا ما موجودة في كل هذه الأحوال كانت هناك أيادة معدة ومرسلة لكي تنفذ هذا الموضوع ولكي يظهر في الواقع على غير الشكل الحقيقي كم أعدادهم هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا وشقدكوا محافظات لم يمس منها إبرة واحدة ووين تحركوا ذوله ولماذا تحركوا على هذه الدوار هذه قضية كبيرة جدا جدا ومحاولة تشويس سمعة العراقيين الآن أن يظهر هذا الخبر واضح لماذا هم يريدون أن يرموا بالسرقة والخراب برأس الشعب العراقي العراقين هم حرامية حشاهم حشا هذا الشعب الكريم العفيف الطيب الراقي هذا صاحب الأحضارة وصاحب الانجازات لا يمكن أن يسرق ولا يمكن أن يسرق بيته والعراقي مثل ما يقول المثل العامي لا يبصق بالماعون الذي يأكل به أبدا هي عارض نظام ضد نظام ضد كذا ممكن لكن ما يفعل هذا ها يعرف هذه أموالة ما يسويها وثورة التشترين بدأوا يتحدثون نفس الحديث الميليشيات أنه سرقة والبنوقة جبل نحميها والممتلكات العامة كذبة كبيرة لكي يتهموا الناس والمتظاهرين بأنهم صراق فهم يتهمون الشعب وربما البعض من عندهم كثير وفقا للنظرية الطائفية خطاب الطائفية تهم مكون معين لكي يرمي ويقنع الآخرين بخطاب الطائفي أنه هؤلاء سأل واي كذبة كبيرة لم يعد الشعب يصدقها هذه الخطوة نعتقد هي بداية لخطوات لاحقة لتوسيع دائرة الاتهام يعني هذا الخبر بداية لأخبار أخرى دائرة الاتهام تتوسع بأسمام يعني محسوبة 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 عليهم لكن اختلفوا وياهم والآن يجب أن يمزقوهم أن يفضحوهم مثل ما يقال فيرمون هذه التهم عليهم وإن كانوا منهم وأن يكونوا صراق فهذا غضر طبيعي وأنا أقصد يعني كل مكونات العملية السياسية لا أستثني لا أسني ولا أشيعي ولا أكردي ولا كل بالعملية السياسية هم هؤلاء يتحملوا المسؤولية ما حدث في العراق وكل السرقات وكل الخراب الذي حل بالعراق هم يعني هو برقبتهم ومشاربهم هذا وقع الحال أما أن يتهم أحدهم الآخر لأسباب هذه أخرى فهذه الحالة موجودة الآن ويدفعون باتجاهها لكي يعني ربما سيدخلون أسماء أخرى ويبتزون كثيرين من الناس حتى يجبروهم للعمل معهم تزازهم وتهديدهم بأنه سنفضحكم لأن الكل هو سارق والكل لديه ملفات والكل يعرف أنه هو سارق وهم يعرفون وهو يعرف ومثل ما قالوا هم هم يتحدثون يقولون غطي لي وأنا أغطي لك يعني يعبر هذه القضية لي وأنا يعبر لك هذه القضية هكذا يتعاملون لكن عندما تكون كثرة كبيرة سيحاولون بتزاز البعض وهذا جزء من صراع العملية السياسية التي تنفيذ ما يريدونه دون يعني وجع رأس وبسهولة وهذه صورة رائعة مما يسمونه الشراكة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد هذه صورة واقعية وواضحة لكل هذا الذي يريدونه إيران فعلت معنا ذلك وأمريكا فعلت معنا ذلك وهؤلاء الذين يخدمون كل محتل إيراني وأمريكي يفعلون ذلك فالتوقع هو القادم أن يكون هذا الخبر بداية لمرحلة جديدة أو هو استكمال لمرحلة بدأت منذ عام 2003 لكي يعني يغسلوا أيديهم يظهروا يظهروا أيديهم بيضاء هم لم يسرقوا لم يغربوا لأن الشعب يتهمهم أنتو ذو من صراق حرامية نهبتوا أموال العراق أنتو جاهدوا تحكمونه أنتو لا تستحقون أن تحكموا فهم يتخلصوا من هذه التهمة الآن بدأت عمليات تصفية هذه الموضوع بهذه الطريقة الواضحة جدا والمكشوفة جدا ولن تفيدهم في شيء وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بش اشتركوا